اشتركوا في القناة وقف الفيلم عليه جادة الأكبر بكتير جدا خاصة في وسط الأوساط الثقافية والفنية اللي شافت أن الفيلم ده فيه تعدي من مؤسسات الدولة على عرض أو أي منع وفيه تهديد طبعا لحرية الإبداع عشان ما نتقولش عليكم في المقدمة خلونا نعرف أكتر من دفنا من نوارنا النهاردة واناقد الفني وصاحب بيت أحمد سعد الدين صباح الخير صباح الخير زياد إيه الأخبار الحمد لله خلينا نبدأ مع سادة المشاهدين وعشان يفاموحنا نتكلم عن إيه إزاي بدأت أزمة عرض فيلم حلو تروحه يعني هو فيلم في الآخر زي أي فيلم بصرف النظر مستوى عالي أو رديل دي مش هتفرق لكن قبل ما نتكلم على العرض هنقول أن أي فيلم في الدنيا ليه مراحل في الرقابة شكرا الرقابة بتاعي بيحصل إيه بيحصل أن أنا بقدم لها معالجة بتوافق عليها بعد كده بقدم السيناريو بتوافق عليه وتلقي الملاحظات اللي هي عايزها ده طبيعية ده طبيعية وسلم عنده بكل المراحل دي لا ده الفيلم فيه حاجة غريبة الفيلم السيناريو تقدم في 2005 واخد موافقات ورجع تاني بس تأجل فرجع تاني في 2013 وحصل عليه مجموعة ملاحظات تمت إيجازة هذه الملاحظات وبعدين تقدم للرقابة وفقت عليه اتصور الفيلم وتراحت النسخة المتصورة 35 ملي اتفرجوا عليها 3 مرات 3 ليجان مختلفة ثم النسخة الأخيرة اللي هي بتبقى بختم الرقابة يعني احنا عندنا أربع مراحل لخروج هذا الفيلم إلى النور خلاص خلص أن الرقابة وفقت على الفيلم أصبح من المسؤول المنتج أم الرقابة هنا النقطة الأساسية طالما الرقابة وفقت وخلاص يبقى أنا لو فيه أي مشكلة أحاسب الرقابة ما عاقبش المنتج في فرق ما بين الاتنين المشكلة اللي احنا فيها عبارة عن إيه لازم نفرق ما بين حاجة مستوى الفيلم فيه ناس بتقول مستوى وحش أنا مش هقول لا لأن طبعا مستوى الفيلم مش قوي مستوى رديء بشكل كبير لكن أنا بتكلم هنا عن مبدأ عام هذا المبدأ العام عبارة عن إيه النهاردة أنا اللي حصل إيه اللي حصل المجلس القومي للأمومة والطفولة تقدم بشكوى على أساس أن فيه مشهد لطفل بيقتصب هيفاء وهابي ونفس الحكاية المجلس القومي للمرأة بيقتصب هيفاء وهابي تمام المشكلة الأساسية أن مثلا مش المشهد ده تصور وتحزف في الرقابة المشهد ده ما تصورش أصلا بس ضبط المشهد ده مش موجود في الفيلم أصلا أصبح اللي بنى رأيه بنى رأيه عن حاجتين عن الإعلان بتاع الفيلم البرومو بتاع الفيلم وسماعي من المجلس القومي للطفولة أو غيره أو غيره كلمة سماعي دي بتودينا يعني مصر تعاني من كلمة سماعي ده صحيح يعني احنا لو شفنا حرب 67 قامت على كلمة جملة نحن سمعنا أن في حشود إسرائيلية على الحدود السورية قامت حرب ودفعنا تمانها غالي أن ما تحققناش النقطة التانية أنا النهاردة هل يصلح أن قادي يناقش شاهد في المحكمة ويقول له أنت شفت فلان قتل ولا لا يقول له والله أنا سمعت بكده ياخد برأيه لا طبعا هنا النقطة الثالث حاجة زي يطلع قرار من رئيس الوزراء بمنع عرض الفيلم وإعادته للرقابات هنا في ناس بتقول أن رئيس الوزراء ويمتلك سلطة وآخر لكن هنا أنا عايز أتوقف مصر حصل فيها ثورتين في خلال التلات سنين 25 يناير و30 يونيو بعد كده عملنا دستور وتم الاستفتاء على الدستور في 15 يناير اللي فات مش ده اللي حصل الدستور مكتوب فيه نقطة مهمة جدا مصر دولة ديمقراطية مش ده إحنا بنطلبها دولة ديمقراطية يعني الديمقراطية هي الفصل ما بين السلطات بمعنى عدم التغول من سلطة على أخرى النهاردة مهما كان رئيس الوزراء ما ينفعش أنه هو يتغول على سلطة وزير الثقافة ثم سلطة رئيس الرقابة وهنا مبدأ عام إحنا بندفع عنه ومش على الفيلم عشان كده يا فاندي السؤال بقى ليه قراره وقف عرض الفيلم جاء من رئيس الوزراء وما جاءش مثلا من وزير الثقافة هي دي المشكلة اللي دلوقتي عمل لنا قلق وفي نفس الوقت ما ننساش أن يعني قرار ييجي من رئيس الوزراء النهاردة نتكلم على فيلم بكرة ممكن نتكلم على أي حاجة تانية على كتاب أو مصرحية على كتاب على مصرحية على حكم قضائي بالظبط هنا التخوف فعلا من السنين هنا التخوف بالظبط المركزية في السلطة بالظبط إحنا أصلا كنا بنحاربها بقالنا سنين طالما أقرينا ما بدأ ديمقراطي نمشي عليه الديمقراطية لها سلبيات وإيجابيات طبع النقطة الأهم النهاردة هذه الدجة المفتعلة هل نفتكر أن المنع ممكن يعالج المشكلة مفيش منع في الدنيا عالج مشكلة بل بالعكس خل كل الناس عايز تتفرج على الفيلم الدالة دعاية غير طبيعية إحنا في عصر النهاردة فيه إنترنت فيه سيديهات فيه ديفي دي فيه مش عارف إيه كل الكلام ما تقدريش أن أنت تمنعي حاجة لأن اللي مش هيشوفه عندك هيشوفه في مكان تاني في نفس الوقت لو نحن نتكلم على الزوء العام كان الأولى وهنا الأساس أنا النهاردة عشان أروح سينما بلبس هدومي وانزل من بيتي أركب عربيتي أروح أقف قدام السينما وبعدين أقطع تذكرة وادخل فيلم يعني بمر بمراحل كبيرة جدا ممكن مشقة أن أنا هوصل لهذا الفيلم وأنا راح بإرادتي لكن المسلسل التلفزيوني بتخلي البيت غصبا عني تمام في فيلم حلوة تروح تحديدا الرقابة لما وافقت عليه كتبت عليه للكبار فقط يعني تم فعلا عمل ريتنج بالزبط يعني أقل من 18 سنة ما ينفعش يدخل ولو دخله هتبقى مسئولية صاحب السينما مش مسئولية المونتج عشان نبقى عارفين لكن في نفس الوقت في أحد المسلسلات بيتزع على التلفزيون المصري حاليا وعلى الفضائيات ويمكن الحلقة 26-27 نمعتش فاكر يعني هذا المسلسل بيعني بكل الناس اللي اتفرجت عليه سواء مسئولين أو غير مسئولين بيقول يا جماعة ده يحتوي على ألفاظ خارجة وعلى يعني مخدرات وحاجات كتيرة جدا مكان الأولى أن احنا نمنع هذا المسلسل من التلفزيون مش هروح للسينما اللي الناس بتروح لها برجليها مش بتجيلها ما احنا كمان عادينا نكلم في فكرة قرار المنع ده يا فنم يعني ما احنا دلواتي مشكلتنا في فكرة المنع هل ده صحيح؟ يعني فكرة أننا نمنع حاجة موري زي ما حريك قولت دلواتي في ثورة الانترنت والفضائيات بسي كل حاجة متاحة وعندك ريموت كنترول وممكن تقلب ودلواتي يعني أنا هقولك على حاجة كان فيه فيلم لمحمد رمضان من حوالي سنة أو سنة ونص ممكن أقول اسمه لو أنتم عايزين عبدو موتا هذا الفيلم كان الإعلام بتاعه فيه أغنية بتقول يا طهرة يا طيبة يا أمو الحسن والحسين اللي هو بيرقصوا عليها حصلت عليها دجة حصلت عليها دجة وتقدم شكاوي من آل البيت الأشراف والكلام من ده حصل إيه؟ حصل في الوقت ده أن الرقابة جابت لجنة يوسف القعيد وتفرجوا على الفيلم وقالوا أن الإعلام بتاع الفيلم لو حزفنا منه هذه الأغنية هيجرأ حاجة فشافوا أنه لا يخل بالسياق الديرامي فحزفوا هذه الأغنية وتم إيجازة الفيلم مرة أخرى وهو بتعرض ما كانش توقف تم إيجازة الفيلم مرة أخرى النهاردة ليه أنا أخدت قرار عشوائي؟ بالزبط يا فاند مزامح هالك ذكرت يمكن لو فيه فعلا تم بعض الملاحظات على بعض المشاهد وتم حسفها فعلا طيب لو دلوقتي مجلس الأمومة وطفولة كان اعتراضه على مشهد ليه ما تمش حسفه؟ ليه تم منعه؟ الفيلم أصلا ما أنا عارفة أن المشهد نفسه مش موجود يعني هم بنوا كل القضية بتاعتهم على مشهد سمعوا عنه ما شفوهوش بالزبط فهي الفكرة نفسها ليه ما تمش حسفه زي ما تمت حسف أي حاجة؟ ليه ما مشناش بالخطوات القانونية؟ الخطوات القانونية كان بسهولة شديدة رئيس وزراء ممكن يكلم وزير الثقافة يقول له شوف أي أخبار الفيلم ده وزير الثقافة يكلم الرقابة تعال يا رقيب أنت وفقت على أي أساس وما وفقتش على أي أساس وتتكون لجنة تشوف هذا الفيلم وتقول ممكن يكمل عرضه ولا ممكن يمنع في الحالة دي ما فيش حد هيقدر يقول لا أما أننا أصدر قرار عشوائي بهذا الشكل لا هنا فتح الباب للتأويل في كل حاجة يعني دخول السياسة مع الفن بمعنى فيه أصوات كتيرة جدا في الشارع بتقول أن هذه الضجة مفتعلة على أساس أن احنا بنلفت نظر الناس لقضية موجودة ملهاش أي لازمة على فيلم في سبيل أن أنا عندي مثلا غلاء كهرباء وغلاء غاز وحاجات كتيرة جدا أنت فتحت لي الباب للقيلة والقال ليه ثم أن أنا بحترم دورة قانون ولا لأ دي نقطة مهمة طيب دلوقتي أنا عندي مشكلة تانية هذا الفيلم القرار بتاع رئيس الوزراء عبارة عن إيه عودة الفيلم للرقابة مرة أخرى طيب لو رجع للرقابة وفيه حاجة اسمها المجلس الأعلى للرقابة يعني فيه لجنة أكبر لو اتفرجت على الفيلم وشافت بمقييس فنية أن ما فيهوش حاجة تستاهل هذا المنى هيكون شكل رئيس الوزراء إيه والقرار اللي هيصدر بقى هيبقى عاملة إزاي دي نقطة إحنا في مأزق مأزق دستوري كمان مش مأزق سهل أن أنت بتتغول على سلطات هي دي المشكلة إحنا عندنا مشاكل كتيرة طبعا ولو فتحنا الباب مش في الفن يعني حاجة بسيطة جدا فيه إحنا كلنا قرينا في الجرائب خلال الفترة الفاتت أن يوم الجمعة الفاتت الشيخ يعقوب محمد حسين يعقوب رح قال خطبة وكانت وحشة جدا في المينيا طب ليه ما تلاقيش قرار الفكرة نفسية يعني كان ممكن بقى ساعتها فعلا يتم لجنة ويتم مثلا الحديث مع وزير الأوقاف اللي هو مسؤول عن المساجد والمحافظ بتاع المدينة والمحافظ بتاع المدينة والمحافظة دي والمحافظة دي يعني ده أفضر بكتير متهالي من فيلم من فيلم حتى يدخله أو ما يدخلوش ثم أن من الأفضل لبعض الأفلام السيئة الصنع ماشي أنه محدش تكلم عليها وهي كده كده يعني هذا الفيلم هل فيه في دور ديمقراطية في الدولة ديمقراطية زي ما نحن موجود في دستورنا نحن دولة ديمقراطية زي ما حد ذلك ذكر هل فيه في الدولة ديمقراطية رقابة على السينما؟ فيه في الدولة الديمقراطية ويمكن في أمريكا كمان فيه لجنة نصوص تمام هذه اللجنة طالما أرت السيناريو ووفقت عليه وعمل تريتنج ليس من حق أي مخلوق أنه يوقف هذا الفيلم طيب فيه كمان يمكن فيه مقال النهاردة الدكتور علي الأسواني موجود في المصر اليوم بدعوا الناس إن هي كمان تقرأ يمكن المقال ده بيكلم فيه عن حاجة موجودة في الدولة الديمقراطية اسمها مجلس الفنون مجلس الفنون ده بيضم مجموعة من الفنين المثقفين اللي هم بيقروا المسرحيات والأفلام وعلى أساسها بيقولوا إن الفيلم ده يجيز عرضه أو ما يجيزش عرضه أهم شغلانة أو أهم نقطة لمجلس الفنون ده إننا بقيس العمل الفني بمقاييس فنية بزالط ما يتي الفكرة ده موجود عندنا فعلا هو للأسف هو موجود مش هقولك لأ ولكن إحنا في مرحلة عشوائية غير طبيعية يعني النهاردة أنا لما أسمع المجلس القومي للطفولة والأمومة يقولك ده بيستغل الأطفال يعني إيه بيستغل الأطفال إيه المقاييس اللي أنا هيئيس عليها استغلت الأطفال في السينما ولا لأ أو أشغلهم في السينما ولا لأ معنى كده إن أنا ممكن ببساطة شديدة طالما أنت بقى بتقفلي على كل فيلم ده الطفل فيه وحش الطفل فيه حلو طيب يا جماعة إحنا لو شفنا التاريخ بلاش السينما العالمية مش كان فيه فيلم اسمه هومالون هومالون ده كان بطولة إيه مش كان بطولة طفل هاري بوتر كان بطولة إيه أطفال وأطفال وأنا كلمة على سينما المصطفل فايروز كانت موجودة وأمر وجدي فريد شوقف جعلوني مجرنا مش كان مطلع الأطفال كلهم بيشتغلوا في السرقة والكلام من ده حسام الدين مصطفى لما عمل فيلم العفاريت كان جايب مع عمر دي وكان جايب كل الأطفال الموجودين إيه كانت واحدة بتشغلهم في السرقة هنا إحنا بنتكلم على سياق ديراني هذا السياق ديراني يخل بالمبدأ العام ولا لا أصلا إبداع مع لهوش هي المشكلة في إيه إن النهار ده هو جايب يتكلم على فيلم سيء اتكلم عليه إنه هو سيء وعلى فكرة هذا الفيلم مفيش صحة فيه ولا ناقد شكر فيه ده صحيح ليه؟ لأن ما تقدرش تشوف منتج سيء وتقول عليه كويس ده صحيح لكن في نفس الوقت مش هزايد هي المشكلة أننا عندنا دلوقتي مزايدات وبعض الفنانين قالوا الأخلاق ومش الأخلاق والبعض الآخر قال أنا لا السينما النظيفة طيب اللي بيقول السينما النظيفة ولي بيقول غيره ما أنتجش ليه مهو النهار ده المثلا اللي زعلان جدا إن محمد الصبك بيعمل أفلام بهذا الشكل أحارب الفكر بالفكر ما حاربش الفكر بالمنع أو بالسلاح ودي مصر التعبت جدا خلال التسعينيات من محاربة الفكر بالسلاح بمعنى نفتكر أن فيه حد حاول أنه هو يغتل نجيب محفوظ سنة 95 لما تمسك تعال يا ابني أنت عايز تقيت الراجل ده ليه في التحقيقات قالهم لأنه بكتب بيروج للكفر وغا وغا أخو طيب أنت قارت له إيه ما قارلوش حرفه واحد حارب الفكر بس بالسلاح لكن أنا أحارب الفكر بالفكر أناقش لقدامي وإلا يبقى أنا مش عايز بقول دولة حديثة وديمقراطية لا أنا عايز أمشي بعشوائية أمشي بمزاجي مرة ديمقراطية لو هي على مزاجي مرة مش ديمقراطية ده كلام فهم هو يمكن قرار المنع تم من الرئيس الوزراء بناء على أن هو بيحافظ على المجتمع وبناء على حفاظه على الأخلاق الحميدة حلوة قوي ما هو بيحافظ على المجتمع والأخلاق الحميدة طيب لو شلنا الفن وقلنا في القضاء شفنا أن فيه واحد جائز الناس شايف أنه هو بريء واتحكم عليه بعشر سنين سجل والناس عارفة أو شايف أنه هو بريء ولكن الآضي حكم عليه كده هل يستطيع رئيس الوزراء أنه يتدخل في عمل القضاء أو في عمل السلطة القضائية أو في غيره لازم اللي يحاسب الناس أو يقدر يمنع أو ما يمنعش هو مين المختص نفس الموضوع إحنا عندنا مشكلة أن في المشكلة دي الأظهر أقحم نفسه فيها طلع بيان هل الأظهر شاف الفيلم أو ما شاف وحتى لو شاف الفيلم هيقدر يحكم عليه بمقييس فنية الأظهر لما تكلم في فيلم نوح من حوالي شهر اتكلم على نقطة مبدئية اللي هي ظهور الصحابة أو الأنبياء ده موضوع تاني أما النهاردة أنا عامل فيلم عمله بمدلول سياسي أو مدلول كوميدي أو أي أن كان هل ينفع أو هل هيفهم الأظهر في الموضوع ده ولا اللي هيفهم مين المتخصص المتخصص أنا مفهمش في القانون أنا مفهمش في الاقتصاد يوم ما بتحصل مشكلة بوديها المين المتخصص لكن إن أنا عايز أبقى في الصورة إن أنا أقول ده يمنع وده الزوء العام ومش الزوء العام زوء عام إيه هو الزوء العام الكلام ده لو أنا بعرضه في التلفزيون هيدخل البيوت غزبا عني لكن طالما أنا كاتب عليه للكبار فقط وينزل روح السينما اللي يحسبه الرقابة النهاردة تحول الرقيب من مدان إلى ضحية وهي دي مشكلة مشكلة مش سهلة لا وزامة عليك كمان ذكرت يمكن الفيلم دلوقتي رجع مرة تانية للرقابة طيب لو الرقابة أجازته مرة تانية لو الرقابة أجازته هيحصل إيه بالظبط يعني هي دي مشكلة غريبة جدا طيب فيه يمكن آخر سؤال عنتي فيه لقاء تمام مع رئيس الوزراء مع وفد الفنانين والسينمائيين هلكت سمعت عن اللقاء ده هذا اللقاء تاني يوم من المنع حصل هذا اللقاء ولكن لم يتطرق إلى مشكلة الفيلم بل رئيس الوزراء كان مصر على رأيه لكن هو تكلم في حاجات تانية اللي هي عودة أصول السينما إلى المؤسسة العامة للسينما ووزارة الثقافة ولا آخر أعتقد أن ده كان جزء جيد ولكن يعني مش دل الفن محتاجه في الوقت الحالي بس نحن محتاجين حاجات كتيرة جدا طبعا يا فن نتمنى أن الفنانين نفسهم والنقابات الفنية تعرض اللي هي عايزها بشكل واضح بالضبط عشان ما يحصلش لابس مش أن أنا عايز عشر نقط انت خيات تمانها اتنين توس كت لا بالضبط لنقض الفني أحمد سعدين مشكورك يا فندي معنا توجودك معنا وإن شاء الله يكون لين لقاءات تانية عشان إن شاء الله نشوف تبعيات الموضوع ووصل لإيه وبنتمنى طبعا السينما حالها يزدهر طبعا عشان يعني لاني يقول نعم بكات مصر بالضبط بالضبط أشكرك مرسي جيدا يا فندي ننتقل معكم فاصل سريع ونكمل معكم فقراتنا في نهارك سعيد في خليكم معنا